الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة لم يهدأ وطيصها بعد يومين على اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة المحتجزين في غزة حتى إن مراقبين توقعوا أن تقدم إسرائيل على اجتياح رفح برغم القرار الأممي الذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه ما طرح تساؤلات كثيرة حول فاعلية هذا القرار هل هو ملزم أم غير ملزم؟ مراقبون أكدوا أن واشنطن لم تغير سياستها في دعم وتوفير الحماية المطلقة لإسرائيل في الأمم المتحدة مشددين على أن تصليح السفيرة الأمريكية أوضح بما لا يدعو للشك أن بلادها تعتبر القرار الأممي غير ملزم برغم موافقتها على بعض بنوده وهو ما أثار السياء من أعضاء في مجلس الأمن وجماعات حقوق الإنسان المعترضون على التصريحات الأمريكية وحقوقيون أكدوا أن القرار الأممي صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن ست مواد لا تشير إلى الأمن والسلم الدوليين في حين يسمح الفصل السابع من الميثاق بالإلزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ويؤكد حقوقيون أن القرار ملزم دون الأخذ بعين الاعتبار على أي فصل صدر مشددين على أن كل فصول ميثاق الأمم المتحدة ومواده تعتبر مكملة لبعضها مشيرين إلى أن المادة الخامسة والعشرين من الميثاق تنص على تعهد الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها في حال لم يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن يؤكد حقوقيون أن مجلس الأمن يتمتع بالقدرة على فرض العقوبات والتفويض لاستخدام القوة العسكرية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين واستعادتهما لكن اتخاذ مثل هذا الإجراء يتطلب قرارا بموافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم السماح لدول الفيتو باستخدامه خبراء القانون الدولي أكدوا أنه حتى لو أن القرار يفتقر إلى بنود ملزمة إلا أن جميع قرارات مجلس الأمن لها وزن كبير ملمحين إلى استبعاد المجلس اتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل أو حماس إذا لم ينفذ أي منهما القرار الأممي بعض الحقوقيون عبروا عن أسفهم لفشل العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي بغض النظر عن وضعها القانوني مشيرين إلى أن هذه القرارات تنتهي بالتجاهل وتحذر جماعات حقوق الإنسان من أن الدعاء الولايات المتحدة بأن قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة غير ملزم وقد يخلق مشاكل في المستقبل وأكد مدير الشؤون الأممية في منظمة هيومن رايتس ووتش أن الموقف الأمريكي يدفع الدول لعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن أيضا مسؤولون في منظمة العفو الدولية بدورهم أكدوا أن ميثاق الأمم المتحدة واضح بشأن الطبيعة الملزمة لقرارات مجلس الأمن مشيرين إلى تشكيك واشنطن في طبيعة القرار الملزم المتعلق بإسرائيل لكنها لم تفعل ذات الشيء بشأن القرارات المعتمدة بشأن سوريا أو اليمن مثلا دول الفيتو في مجلس الأمن شددت على ضرورة تطبيق هذا القرار واتفقت كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا على ضرورة تنفيذه فورا متسائلين هل التصريحات الأمريكية هي إعلان بعدم اعتبار نفسها ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة؟